اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في هذه الرواية التي نذكر جزءا منها في هذه الليلة توجد مخاورة للبحر المحور الأول أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام معصومون لا يرتكبون المعاصي بل لا يخطئون وعلى رأي أنهم لا يتركون الأولى أيضا كما ذهب إليه السيد الوالد أن الترك الأولى لا يصدره من معصوم نعم للمعصومين الأنبياء درجات في الفاضل وفي العظمة إلا أن الأصيانة والخطأ بل وترك الأولى لا يصدر عنهم مثلا بالنسبة إلى نبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام في الآية المباركة وعصى آدم ربه فغوى هناك آية أخرى تقول فأن الله عز وجل يقول إني جاعل في الأرض خليفة كأنما آدم عليه السلام كان ضيفا في الجنة والله عز وجل خلقه ليكون خليفته في الأرض وأن يكون بالجنة وإنما كان فترة الجنة اختيارية متى ما أكل من تلك الحنطة فينتقل إلى الدنيا فهناك هذا الرأي قائم الأئمة المعصومون عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام كانوا يركزون على هذا المعنى في مختلف الروايات وينفون السهوة والخطأ والنسيانة والمعصية بالخصوص عن النبي صلى الله عليه وعاله لأنه في زمن الأئمة سلام الله عليهم قالت الأفكار المختلفة تترى على البلاد الإسلامية أصحاب الديانات كانوا يبشرون لدياناتهم وكثير من الشبهات على شخص رسول الله صلى الله عليه وعاله فالأئمة كانوا ينفون تلك الشبهات والتشكيكات ويشيرون في كل موقع أمكن أن يشيروا إليه أن الرسول صلى الله عليه وعاله مطيع لله عز وجل ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل إن مشيئة الرسول مشيئة الله عز وجل وإرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم بل حتى إن الرسول صلى الله عليه وعاله كان يعرف مشيئة الله في مقام الإثبات بمشيئة معصوم من المعصومين هناك رواية مذكورة في بعض الصحاح العامة تقول بأن الرسول صلى الله عليه وعاله لم يدعوا على الكفار الذين آذوه وإنما كان يكرر اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولكن هذه الرواية موجودة في بعض الصحاحهم ولكن عندما ألقى ذلك الأعرابي الجاهلي المشرك سلاة جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وعاله فأتت فاطمة عليها أفضل الصلاة وأسكى السلام وقالت هنا عندما أتت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وعاله دعت على القوم دعت عليهم الرسول كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولكن الزهراء سلام الله عليها عندما أتت إلى أبيها رسول الله دعت على القوم فبعد ذلك كأنما في مقام الإثبات أن رسول الله صلى الله عليه وعاله رأى أن الإرادة الإلهية التي كشفت عنها إرادة فاطمة الزهراء هذه الإرادة إنما هي في الإجازة بلعن القوم الكافرين فلعنهم رسول الله يعني رسول الله صلى الله عليه وعاله رأى الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية في لعنهم بعد أن لعنتهم فاطمة الزهراء سلام الله عليها إذن هؤلاء هم في كل حركاتهم في كل سكناتهم إنما يمثلون الإرادة الإلهية بل يفسرون الآيات المباركة يعني بالنسبة إلى المنافقين في الآية الشريفة ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون مع ذلك رسول الله هذه الآية الصريحة في عدم الصلاة عليهم وعدم القيام على قبورهم مع ذلك رسول الله صلى على كبير المنافقين وقام على قبره ودفنه بشخصه طبعاً هذا كان سبب رجوع كثير من المنافقين إلى الإسلام الحقيقي إنه هذا إذن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يبين ويفسر الآية المباركة لا تقم على قبره أحد منهم مات أبداً لا تصلي عليهم هذا شنو معنى؟ معنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما يفعله فهو استثناء في هذا الإطلاق فعل رسول الله حجة كما أن قوله وتقريره حجة إذن هذه نقطة بالنسبة إلى أن الأنبياء وأن الأن عليهم أفضل الصلاة وأسكى السلام أن المعصومين لا يخطأون ولا يعملون بما لا يريده الله وهنا إشارة في هذه الرواية إلى هذا المحور المحور الثاني أنه قلة من يتبع الحق لا يكون ملاكاً لضعف الحق كما أن كثرة من يتبع الباطل لا يكون ملاك لقوة الباطل يا عمار لو سلك الناس وادياً وسلك علي وادي فسلك وادي علي علي مع الحق والحق مع علي قلة أصحاب الحق كثرة أصحاب الباطل هذا مو ملاك أبداً في أي عقل وفهم مو ملاك لأن الكثير ما يعقلون ما يشعرون أو يتبعون القوي يتبعون الغني هذا أمر بين واضح فلذلك لا خوف لنا لصاحب الحق من الاحتجاج مع الآخرين وإن كان عدد أصحاب الحق قليل والآخرون عددهم كثير نحن لا نخاف من الاحتجاج ما دام لنا الأدلة فندخلوا في الاحتجاج مثلاً مجموعة كالإسماعيلية هذول بقوة يخالفون الاحتجاج بقوة وبشدة حتى أنهم أو كبراءهم يقولون لأتباعهم أنه لا تحتجوا لا تجادلوا لا تباحثوا وإلا طلقت زوجتك تبين منك الزوجة في بعض الأحيان يصرحون لهم لماذا؟ لأن بضاعتهم مزجات ما عدهم واقع أحدهم في كربلاء في المقدسة ارتبط بالسيد المصطفى ابن الأخ فقال أنا عندي مشكلة أحده الإسماعيلين عندي مشكلة قال له السيد المصطفى انذر للإمام الكاظم عليه أبوه الصلاة والسلام أن يحل مشكلتك وليس كنت مشكلة مالية كذا مبلغ من المال فنذر كأنهم لا يذهبون إلى زيارة الإمام الكاظم يمكن بعضهم من النصاب فإسماعيليين بعد بعد الإمام الصادق يتبعون إسماعيل فقالوا بأنه غاب مع أن الإمام الصادق بنفسه دفنه وأشهد وكشف عن وجهه في القابر قال اشهدوا من هذا الذي أدفنه وقالوا أنه إسماعيل يعني بيّن لهم في مواقف عديدة لأنه كان يدري لبعض راحوا ينحرفون عنه الإمام الكاظم عليه أبوه الصلاة والسلام فقالوا انذر للإمام الكاظم أن تدفع كذا مبله أن تنذر أنه تزور في الكاظمية إن حلت مشكلتك بيقول أني ثاني يوم أو تقريباً أو أقل من ثلاثة أيام شفت مرة ثانية قال إن حلت مشكلتي ولكن مو عبر الإمام الكاظم عبر شيخنا كبيرنا قلت لشلون قال في الواقع هذا طلبني كأنما الخبر انتش في أوساطهم أن فلان ناذر للكاظم سلام الله عليك فيقول هذا طلبني قال لي أنت ناذر للكاظم قال زيان تعال انذر لكبيرنا اللي يعتقدون بأنه نائب الإمام فانذر له الآن أنه مثلا تفعل له كذا من الخيرات انسدد قرضك قال الآن يهمني ذرت له هو مطاني لعشرين ألف دولار اللي كانت أطلبه فالسيد يقول قلت له هذا الإمام الكاظم ما تشالك عنه بهذه الطريقة وقال له لو أنت موناذر للإمام الكاظم ما يجي هذا يدفع لك هالمبلغ فهو الإمام الذي بيّن لك ذلك أعطاك أو صلاك يقول ما قبل هذا من من أعمى الله قلبه زيان هذول يخافون من كل احتكاك مع صاحب الفكر لأنه معدهم حجة النصارى كذلك النصارى يخافون من الاحتكاك بالمسلمين أبدا معدهم مناظرات يمكن نادر حسنا تسمعون مناظرات بين مسلم ونصراني ماكو مناظرات ليش لأنه في أول خطوة لهم التناقص التوحيد والتثليث فإذن يجون في أول عقيدة من عقائدهم وأهم عقيدة ما يقدرون يجيبون كانت لهم مناظرات سابقة مع الرسول صلى الله عليه وآله مع الأنبياء ولكن الآن وصلوا إلى قناعة أنهم ما يمكن أن نناظر مسلم أبدا لأنهم مع المناظرة مع مسلم يتبين أنه نعيش على خواء ما عندنا شيء بخلاف الوهابية الوهابية الآن مغرورين فيدخلون في مناظرات مع الشيعة ومحاجات لحالة الغرور الموجودة فيهم إذا الشيع يكون مسيطر وقوي قاطعاً يفحمون بسرعة ما لهم أي مخرج لأنه كل دينهم على التجسيد كل عقيدتهم على التشبيه كل عقائدهم باطلة التي أخذوها من غير رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الغرور الموجود طبعاً بعد فترة هم هم راحوا يكفون عن المناظرة طيب إذن المناظرة من شيمة العالم الشيعي ومن شيامه طريقة العالم الشيعي ويجب أن يدخل في هذا السلك ليس أن يكف نفسه عن هذا السلك المسلك هذه النقطة المحور الثالث أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما بعث للعالمين ليس لفرد دون آخر أو لجهة دون أخرى وهذه العولمة التي الآن يعني صار في 20 سنة أكثر من 20 سنة كلام أنه هذه العولمة بضرر الإسلام أو بنفع الإسلام قطعاً العولمة وإمكانه إيصال الرسالة إلى كل العالم بأسرع الأمور وبأبسط الأمور هذا مما يخدم الإسلام ومما يخدم التشيع قطعاً الآيات المتعددة تشير إلى ذلك بأن الرسول ليس منحص بفئة خاصة بمنطقة جغرافية معينة وإنما هو رسول للعالمين إن هو إلا ذكرى للعالمين يعني القرآن الكتاب إن هو إلا ذكر للعالمين ثلاث آيات أو أربع آيات بين هذا المضمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا إذن إذا أمكن واحد يجي يبين الحقائق بلغات متعددة هذا من وظيفة رجل الدين من وظيفة رجل الدين أن مجموعة يذهبون إلى الصين مثلاً هذا البلد الذي سيكون إلى المستقبل مستقبل العالم أن يرتبط بالصين مجموعة من رجال الدين يذهبون إلى هنا يتعلمون اللغة يعلمون أبناءهم اللغة الصينية أحد الأصدقاء في أستراليا كان يقول بأن أكثر لغة حية الآن يتعلمونها في أستراليا اللغة الصينية يقولون لأن مستقبل العالم مرتبط بالصين فإذا الرسول صلى الله عليه وقاله كان للعالمين المفروض أن من يتبع الرسول ومن يريد أن يبلغ رسالة الرسول أيضاً يكون للعالمين ليس باللغة العربية ليس بلغات خاصة الفارسية والعاذرية نحو تحول هذه اللغات فقط وإنما يخرج إلى اللغات الأخرى لغات كثيرة في أفريقيا لغات في شرق آسيا فإذن على رجل الدين أن يحتام وقضية الشيخ أحمد القمي قضية معروفة أنه ذهب إلى التايلاند وهناك سبب الإسلام لكثيرين رجل طالب بسيط من قوم يخرج إلى تايلاند قبل يمكن مئتين سنة وأكثر وهناك يسبب هداية الكثيرين وإلى الآن مقام كبير في تايلاند هذه أيضا نقطة المحور الأخير وهو أنه يمكن هذا المحور أن نرجوه إلى غد إن شاء الله لاحظوا الرواية المباركة وقال أبو محمد الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة وأسك السلام فقام إليه رجل آخر يعني إلى الأمام الصادق الإمام العسكري هذا يذكر الكلام الذي جرى بين الإمام الصادق وبين بعضه من كان يحضر في مجلسه فقام إليه رجل آخر وقال يبنى رسول الله صلى الله عليه وعليه أفجادل رسول الله أيضا رسول الله جادل فقال الصادق عليه السلام مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة الله رسول الله صلى الله عليه وعليه أنه يخالف الله وإنما رسول الله معصوم في كل حركاته وزكناته مو كما يذكر البعض البعض يذكر أن الأنبياء ليسوا بمعصومين بالنسبة إلى قضاياهم الخاصة وإنما بالنسبة إلى الأحكام هؤلاء معصومون فقط لا إن الرسول صلى الله عليه وعليه في كل صغيرة وكبيرة في قضاياه الشخصية والقضايا العامة هو محصوم من الخطأ والغلط بل هو أسوة يعني لو رأينا أن الرسول الله صلى الله عليه وعليه يأكل الجبن في صباح يوم الجمعة فنقوله بجواز ذلك أو استحبابه يسعى المباني المختلفة فلا تظنن به مخالفة الله عز وجل رسول الله لا يخالف الله عز وجل أليس الله قد قال وجادلهم بالتي هي أحسن هذا مؤمر الرسول لا يمتثل عمر الله في الجدال بلى رسول الله جادله وجادلهم بالتي هي أحسن وقل يحييها الذي أنشأها أول مرة في القضية التي ذكرناها أمس لمن ضرب لله مثلا أفتظن أن رسول الله صلى الله عليه وعليه خالف ما أمر الله به فلم يجادل بما أمره الله به الله أمره بالجدال فلم يجادل حاشا وكلا ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبر به رسول الله الله أمره وجادلهم بالتي هي أحسن يعني ادخل في المجادلة لا يذكر للناس أن الله هكذا أمرني لا قطعا رسول الله يخبر ما ذكره الله له ولقد حدثني أبي الباكر عليه أفضل الصلاة والسلام عن جدي علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي سيد الشهداء عن أبيه أمير المؤمنين صلى الله عليهما أجمعين أنه اجتمع يوما عند رسول الله أهل خمسة أديان معا اجتمعوا في يوم واحد من كل دين خمسة من كبارهم من علمائهم من أحبارهم اجتمعوا عند رسول الله اليهود خمسة من كبار اليهود والنصارى كأنهم اتفقوا هؤلاء على أن يأتوا وفي مجلس واحد يفهمون رسول الله النتيجة 25 عالم من كبار العلماء بأذواق مختلفة بأديان متعددة بعضها أديان إلهية شرائع إلهية ولكن منحرفة وبعضها أديان كذب أديان مصطنعة لم يكن أصلها دين سماوي إذن أتوا عنده اليهود والنصارى والدهرية والثنوية الثنوية إن هناك اثنان مبدآن للخير والشر أما الدهرية فيقولون الدهر كان من القديم ما كفت خالق إله اللي بينا أنهم على أصناف ثلاثة ينكرون الخالق والبعث ينكرون البعث فقط يثبتون الخالق بعضهم ويثبتون الخلق الأول وينكرون الرسول طيب ومشركوا قريش مشركوا قريش أيضا هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها قربة إلى الله يعني يجعلونها لله قربة فقال اليهود نحن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله نحن نقول عزير بن الله اليهود في فترة بخت الناصر كما في بعض التفاسير هجم بخت الناصر عليهم وقتل منهم مقتلا عظيما قتل رجالهم سبى نساءهم وأطفالهم أخذهم إلى بابل وهدم دورهم عبادتهم فقارن من الزمن هكذا بعد ذلك كوروش أتى وفتح بابل سيطر على بابل فهذا عزير طبعا عزير هو اسمه عزرا في اليهود ولكن في اللغة العربية صغروه فأصبح عزير ولا اسمه عزرا عزرا كان أحد علماء اليهود ذهب إلى كوروش وتوسط لأن يأخذ اليهود معه فما سمعه من أسلافه من التوراة هو اللي كتبه اللي كان في ذهنة وصامعة من أسلافه ما التوراة فهؤلاء يمجدون عزير ويقولون عزير ابن الله طبعا الآن يهود اليوم لا يقولون بأن عزير ابن الله وإنما كبير محي الشريعة المسوية اليهودية عندهم هكذا ولكن في تلك الأزمنة كانوا يعتقدون بأنه ابن الله والدليل على ذلك أنه ماكو واحد من اليهود يستشكل على الآية المباركة أنه عزير ابن الله وإلا كانوا يجون يستشكلون يقولون لا احنا ما نعتقد بأن عزير ابن الله فكأنما هذه العقيدة كانت موجودة عندهم أو عند بعضهم لا أقال فهذا أتى وكتب التوراة مما كان قد سمعه من أسلافه من علمائه السابقين وشيد لليهود يعني أعطى لليهود الهوية اليهودية بعد أن أذلهم بغت الناصر ذلك يمجدونه يكبرونه جدا إلى أن جعلوه ابن الله طبعا المسيح أيضا يجعلون النصارى يجعلون المسيح ابن الله هذه عقائد مأخوذة من الصين من الهند من المصر السابق زمن الفراعنة يعني أغلب هذه الخرافات الموجودة في كتب الإنجيل والتوراة طبعا المحرفة المحرفان أكثر هذه الخرافات إنما هي مأخوذة قصص من الصين من الهند اللي كانوا يعبدون الأصنام يجعلون إله الأب إله الإبن إله الزوج إله الزوجة آلها يتخذون آلها أصنام كنماذج حية مثلا يمكن أن يقتدى بها فكل هذه الخرافات نأخذها أكو بعض الرسائل التي تطبق قصص الإنجيل على خرافات الصينيين السابقين بكتب سابقة فيقول وقد جئناك يا محمد لننظر ما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل لأن الذي اتبع الحق أولا هو أولى والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالنتيجة للسبق مزية فأنت تتبعنا ونحن الأفضل وإن خالفتنا خصمناك يعني نغلبك في الخصام نجادلك نزاحمك في الخصام إذا خالفتنا وقال النصارى نحن نقول إن المسيحة ابن الله اتحد به وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك وقالت دهرية نحن نقول إن الأشياء لا بدو لها وهي دائمة لا بدو لها يعني هي قديمة يعني كانت من الأزل وستبقى إلى العبد وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك وقالت الثانوية نحن نقول إن النور والظلم هما المدبران كأن ماء الخير والشار وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وإن خالفتنا خصمناك وقال مشركوا العراب إنا نقول إن أوثاننا آلحة طبعا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفها يعني آلحة ولكنها وسائط لله عز وجل وقد جئناك لننظر فيما تقول فإن اتبعتنا فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل وإن خالفتنا خصمناك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله آمنت بالله وحده لا شريك له وكفرت بالجبت والطاغوت بكل معبود سواه الجبت معناه الصنم المعبود كان سابقا يسمى بالجبت الساحر أيضا يسمى بالجبت أيضا الكاهن الطاغوت هو المعتدي الشيطان رأس الضلال وطبعا في التأويل بالنسبة للجبت والطاغوت الأولة والثانية ثم قال لهم إن الله تعالى قد بعثني كافة للناس مو للجهة دون أخرى مو أنه ما أناظركم لا أنا رسول للعالمين للجميع كافة للناس بشيرا ونذيرا وبشر وأنذر اللي في كلمتي البشير والنذير في التفصيل يمكن نرجوه إلى وقت آخر وحج على العالمين لحجة ملت جماعة وإنما للكول وسيرد كيد من يكيد دينه في نحره الله عز وجل يرد هذا الكيد إلى من صدر عنه هذا الكيد زيان ثم قال لليهود الطائفة الأولى خليه يتناقشوا إياهم يحاججهم ينظر لهم دعوة في أي خصام أو أي مناظرة هناك دعوة وهناك حجة وهناك حجة مقابلة إبطال للحجة وإثبات لحجة مقابلة فالرسول صلى الله عليه وآله قال لهم أجئتموني لأقبل قولكم بغير حجة يبسوا إتوا تقولون عزير بن الله أجئكم حجة أو له هذه الدعوة لها حجة قالوا لا قطعا أن حجة برأيهم قال فما الذي دعاكم إلى القول بأن عزير بن الله فأن عزير بن الله قالوا لأنه أحيا لبني إسرائيل التوراة بعدما ذهبت ولم يفعل بها هذا إلا لأنه ابنه إلى النصل إن شاء الله هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر